بكرة مختلفة إلى حد كبير لأنه الخصم برضو عنده ضوافع صحيح أنت بتكلم على مرحلة كل اللعيبة فيها تقريبا عملت ريسات قلبت الصفحة وفتحت صفحة جديدة كل واحد بيدور على فرصته بيدور على مكانه بيدور على إثبات ذاته وعلى جدرته بأنه يبقى موجود في سكواد النادي الأهلي كابتن إنسامي أوصان بالتأكيد عنده طموح يقول أنا مش بس المطشاط الصغيرة سواء في الكاس أو في الدولي لكن كمان في الدربيات في المطشاط الكبيرة أنا موجود وعندي وقادر فبالتالي فيه دوافع عودة الدوليين إلى حد كبير برضو هتبقى يعني بتصبه في مصصحة النادي الأهلي لكن أنت برضو في النهاية بتقابل خصم عنده نفس الدوافع وخصوصا أنه فيه صراع على الصدارة الأهلي بكرة يقرب بشكل كبير جدا من إن شاء الله تكون انفرادة هو صحيح أنه نبقى في جدول الترتيب نمرة اتنين بس يبقى لسه عندنا ثلاث مطشاط والفرق نقطة واحدة خلي بالك المكسب إن شاء الله بكرة مع المنافس بيدي ستة بونط وليس بيدي ثلاثة فدي حاجة مهمة هنبدأ بقى من حتة تانية اللي هي زيارة الكابتن القطيب للمعسكر بتاع اللاعبين ده هيفرق طبعا جامد أوفاة هيفرق كتير جدا معه اللاعبة والجهاز لأن كابتن سامي محتاج برضو دعم كبير وشوفنا الدعم بان في المبارات اللي فاتت ووضح أنه هو كمان اشتغل مع اللاعبة أكتر ما اشتغل فنيا وبدنيا اشتغل نفسيا شوفنا اللاعبة كتير اللي كانت يعني يا أحمد ما عندهاش أمل لما بكون مع مدرب مهما بتعمل معاه هو مش مقتنع بيك أو خرجك بره الحسابات بيجي بيولد لك نوع من الإحباط اللاعبة واضح أن هي من المبارات تشحن التاني والتغيير غير حاجات كتيرة جدا في نفسهم وأصبح أن موجود أمل لأن الأمل ده هو اللي بيديك الإرادة أنك بقى تخش تاني وتبقى كويس ولو بقيت كويس هتاخد قبل كده دي كانت مختفية من لعبة كتير دلوقتي بقيت موجودة لأول مرة أنا صدقني مش قادر أقولك بكرة مين يلعب أو الدولين يلعبوا لا كله الحمد لله جاهز شايف الإرادة عند الكل أنا شايف الدولين حتى واللي مش دولين كلهم المستوات قريبة رؤيتك لفرقة الزمالك في التوقيت ده إيه؟ الزمالك طبعا يعني أكيد حاطت في دماغه أن هو هيقابل للنادي الأهلي بعد خسارة بطولة وأشوف أحداثها نظرته لخسارة الأهلي للبطولة مزاي نظرتنا إحنا نظرتنا لخسارة الأهلي أن ده بفعل فاعل وأن النادي الأهلي وقتها يمكن الكلام ده كابت الخطيب أكيد قاله لهم أنتوا مش مثلا مستنين البطولة دي مثلا من 7-18 سنين وما جاتش ده إحنا عايزين نعمل ريكورد وعايزين نخليها بدل العشرة اللي هي السنة اللي فاتت قبلها تبقى الحداشر وتبقى الثالثة على التوالي لا يعني فإحنا ما عملناش ده ما روحناش بعيد إحنا لسه برضو أبطال إفريقيا في كل حاجة فعايز أقول لي أن العيبة بكرة أي كان اللي هيلعب سواء محلي دولي أعتقد أن الكابتن سامي حيلعب باللي جاهز تماما واللي حاسس أنه هو مستوى في الفترة دي توب فورم أنا إن شاء الله الفترة اللي جاية ننسى اللي فات ننسى اللي فات وحب ده مرحلة جديدة الكابتن سامي هيستغل الحتة دي لأن المدرب الشاطر صح اللي يستغل الحتة دي والروح والجماعية والإرادة المكسب دي هيستغلها في حاجات كثيرة لعيب مع مدير فني ممكن تبقى بتاخد خمسين في المائة مع قدراته طبعا يروح لمدير فني تاني وقعه بنفس التيشرت في نفس النادي مدير فني تاني يطلع منه وخصوصا لما يبقى جاي من ضغط واخد بالك لأن الحاجة اللي أنا حسيتها برضو في عجالة أقولها لك المطشي اللي فات أنت تحس أن اللعيبة كانت مضغوطة مضغوطة في الحركة ومضغوطة وكذا المطشي اللي فات تحس أنهم يعني فيه تحرر وفيه كل واحد عايز يلعب وكل واحد بص دي كمان مهمة أو مش خايف يغلط اللي كانت موجودة قبل كت لأن نتيجة للضغوط اللي موجودة وعدم قناعات بمدرب بمعض اللعيبة فبيفكر كتير قوي فلا مش موجودة دي ودي أهم حاجة أن أنت في الكرة تلعب لعبك للطبيعي بدون ضغط وبدون خوف أنك تغلط أو بدون خوف من أنه حد هيحزبك ويتعاقب أنك تقعد تاني يعني انت فاهمت إزاي وبتبقى حاسس أن الفرصة اللي جاية لك ممكن ما تتعوضش لا الكابتن سامي إحساسه اللعيبة حاسس أنه لا تلعب وغلط وهتلعب تاني وأنا مقتنع بيك ودي مهمة قوي